أحسن ما يقال عندي بسم الله وبيك نبدأ حبك في سلطان جسدي شحال عزيز يا عين وحدة قدر النحلال يتسدي تبني شهدة فوق شهدة يا محمد انت سيدي يا محمد انت سيدي صلى الله عليك لبدأ تيمليلين قرية تقع بين تيكزيرت وأزفون أهلها يحفظون القرآن الكريم بنسبة 90% بدون مبالغة أقام فيها شيخ الطهر زاوية قرآنية فمن هو الشيخ الطهر أجبنا عن هذا السؤال في فيديوهات سابقة وفي هذا الفيديو ننقل إلى اللغة العربية شهادة مثيرة لطالبين من طالبات زاوية الشيخ الطهر المذكورة الشيخ الطهر التمليلين أي تعيسى زعيم من زعماء ثورتنا التحريرية الكبرى يحترمه عرش إفليس والعرش المجاورة يستشيرونه في كل كبيرة وسائرة يعتبرون نصائحه وتوجيهاته وفتاويه بمثابة أوامر تطبق عن رضا وقناعة وحاول ضباط فرنسا إغراءه بكل الوسائل لشراء ذمته للوقوف إلى جانبها إيمانا من ضباط فرنسا بأن كسبه سيطر تبعونه كسب منطقة شمال القبائل الكبرى الممتدة من دلس غربا إلى أزفون شرقا إلى عشواجنون جنيب حيث ينتشر أتباع ومريدي الشيخ الطهر لكن الشيخ بقي تابتا على موقفه المعادي لفرنسا فكر جاكسو ستيل حاكم العام للجزائر ومن بعده روبير لاكوست في تدبير مؤامرة للقضاء للثورة تتمثل في تكوين قوة ثالثة من أبناء الشعب تحارب أبناء الشعب أي اختراق المجاهدين الحقيقيين بمجاهدين مزيفين لكن يقاضت كريم بالقاسم ورفاقه حولت المؤامرة إلى صالح جبات التحرير الوطني يطلق على هذه المؤامرة العصفور الأزرق وزبلو ويسمي أهل المنطقة الذين انخرطوا في هذه المؤامرة جماعة روبير لاكوست نسبة للحاكم العام الذي استخلف جاكسو ستيل كما تعرف أيضا بكوموندو كا كابيل أو قوة كا فورس كا أو المؤامرة لو كونبلو انتهت فصول مؤامرة العصفور الأزرق بكمين نصبه الشهيد عمر تومي ليلة واحد إلى 2 أكتوبر 1956 لجيش الفرنسي قرب قرية إغرانسالم إغرانسالم تبعد من قريتنا تمليلين هذه بحوالي أربعة خمسة كيلومترات تمكن عمر تومي من القضاء على أسكر ثقانت أونيموسي أونيموسي مقر بلدية إفليس حاليا وبعد أسبوع نشبت معركة عرفت بمعركة أوني زيضوذ من يوم الثلاثة 9 أكتوبر 1956 صباحا إلى جمعة 12 أكتوبر مساء لمعرفة أطوار هذه المعركة وخفاياها عليكم بمراجعة كتاب الشيخ محمد صالح الصديق أطع لله عمره عنوانه عملية العصفور الأزرق هذا الكتاب يتضمنه 152 صفحة موجود في المكتبات العمامية المطالعة ومتوفر في المكتبات الخاصة لشيرة في هذا الفيديو أقدم لكم مذكرة طالب زاوية شيخ طهر الشيخ والمجاهد قرمود مقران من قرية تفوذوشت سجلها ابنه ليثري بها سجل ذاكرتنا التاريخية ولتبقى شاهدة على فترة من فترة التاريخين المجيد المتعلقة بظروف اغتيال الشاهد الشيخ طهر تمليدين رحمه الله كتبها بالفرنسية وإلكمها بالعربية تعميما للفائدة يقول الشيخ المجاهد مقران قرمود يوم الثلاثة تسعة وكتوبرا في 1956 هاجمت قواته من الجيش الفرنسي زاوية الشيخ طهر واقتالت الإمام الذي كان يدرس في الزاوية المدعو الشيخ محمد صغير الشيخ محمد صغير أصله من عمب السامة تبعى لولية البويرة حاليا بالمناسبة أرجو من كل من لديه معلومات عن عائلة شاهد الشيخ محمد صغير المذكور أن يتصل بلجنة قرية تمليدين وله منها جزيل الشكري سلف قد تتساءلون عن موقع زاوية الشيخ طهر لعلكم أو لعلمكم أن زاوية الشيخ طهر تقع على الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين تيكزيرت وأزفون هذه الزاوية محتها القوات الفرنسية من الوجود سنة 1956 وهي السنة التي دمرت فيها فرنسا مؤظم زاوية منطقة القبائل نذكر منها زاوية سيد عبد الرحمن الإلولي التي قمبلتها فرنسا وهدمتها على رؤوس طلابهم نعود إلى شهادة الحجم القرآن يواصل الطالب أو طالب الزاوية قرآن قرمود شهادته فيقول أمام هذا المصاب الجلل أي اغتيال الشيخ محمد صغير أسرع من قرآن قرمود رفقة صديقه إلى قرية التمليلين حيث يقيم الشيخ طهر ليخبره باغتيال الجيش الفرنسي مدرسهم وإمام الزاوية الشيخ محمد صغير الشيخ طهر بعد الحو قال واضطرحهم عليه واسترداد أنفسه سأل الطالب مقرآن أين وجدوا الشيخ طهر داخل الزاوية أم خارجها أجاب الطالب وجدت القوات الفرنسية الشيخ داخل الزاوية أخرجته إلى رحابها ثم أطلقت عليه الرصاص بكل برودة لعلنا نتسأل عن سر سؤال الشيخ عن مكان اغتيال الشيخ محمد صغير الجواب أن زاوية الشيخ طهر أيها الإخوة محاطة بغابة والشيخ طهر يقصد بقولها إن كان الشيخ قد فر إلى الغابة فألقت عليه القوات الفرنسية القبضة داخل الغابة فقتلته ربما ربما تجد مبررا لفعلتها وأما وأنها قتلته في رحاب الزاوية العامرة بالطلبة من مختلف الأعمار دون مراعاة لشعورهم وعواطفهم فإن فعلتها الوحشية هذه في حق إنسان بريء جريمة لا تغطف سمع الطالب مقرن قرمود الشيخ طهر يردد هؤلاء العساكر لا يرحمون هؤلاء العساكر لا يرحمون نصح الطالب الشاب مقرن ورافقه بالتحلي بالحذر ففي الوقت الذي اشتد فيه القتال بين المجاهدين من قوة كا أو جامعة روبير لاكوس كما يسمونها في المنطقة التي طلل لفرنسا قلت في الوقت الذي اشتد فيه القتال بين المجاهدين وبين القوات الفرنسية بجيوشها الثلاثة الجوية والبرية والبحرية في غابة أونيوزيظوذ المجاورة لقرية تيمليلين في معركة تعتبر من معارك الولاية الثالثة الكبرى في هذا الوقت تفرق الطلاب الزاوية كل إلى وجهده في اليوم الثاني من بدء المعركة أو معركة أونيوزيظوذ أي يوم الأربعة 10 أكتوبر 1956 جاءت فرقة من الأسكر إلى الشيخ طهر وأمره بمرافقتهم ودع الشيخ طهر عائلته الودع الأخير وهو على يقين أنه لن يعود تيقن أنه حان دوره ليلتحق بشيخ صغير في هذا الوقت تم حبس طلاب الزاوية الذين بقوا في قرية تيمليدين وسكان القرى المجاورة في أحد المنازل هذا المنزل بين قوسين لشيخ البشير يواصلهم قرآن قرمود طالب زاوية الشيخ طهر سيد ذكرياته فيقول جاء العسكر جنود فرنسا إلى المحتشد وطلبوا من اثنين من الشباب الخروج من المحتشد والذهاب معهم لا أحد يعلم ما يجري في الخارج أصوات الرصاص دوي المدافع صوت أزيزي محركات الطائرات والشاحنات يمزق سكون المكان وبعد حوالي ساعة رجع الشابان يرتعشان تعلم حياهم علامات الراب والحاضرون ساكتون سكوت يسوده قلق وخوف يتساءلون في صمت عن الخبر اليقين أدار الشابان نظرهما في الحاضرين ثم أعلنوا الخبر الصاحقة لقد قتلوا الشيخ طهر لقد قتلوا الشيخ طهر أصيب الحاضرون بالذهور والوجوم ثم انطلقت ألسنتهم بالتكبير والطرحهم عليه وبعد أيام قليلة جاء المجاهد محمد عزوغ إلى قرية تابوذوشت فوجد الحاج الحاج محمد مزيان قرمود محمزيان كما يسمى في المنطقة أطلق لحيته والحاج محمزيان قرمود من أشد المعجبين بشيخ طهر ومريديه وأتباعه الأوفياء له الدكان في قرية تابوذوشت هذا الدكان يتمون منه المجاهدون كانت جبهة التحرير الوطني تأمر المجاهدين والمناظرين بحلق لحاهم والتحلي بالنظافة حتى إذا استشهد أحدهم وجدته فرنسا نظيفا حليق اللحية وليس على حالة قطع الطرق كما تدعي فرنسا نعود إلى شهادة الحاج محمد قرمود قال المجاهد محمد عزوغ للحاج محمد مزيان قرمود مازيحا أدفع لك ثمن موسى لتحلق به لحياتك أجاب الحاج محمد زيان قرمود لمجاهد محمد عزوغ بحزن شديد كيف أحلق لحياتي وقد قتلوا شيخان الجليل؟ غادر المجاهد محمد عزوغ دوكان الحاج محمد زيان قرمود دون أن يعلق على جواب الحاج محمد زيان بعد أيام قبل نهاية أكتوبر ستة وخمسين قررت قيادة جبة التحلل الوطني الانتقام لمقتل شيخ طهر وذلك باغتيال أب من الآباء البيض كان يذهب كل يوم أحد من عزازقا إلى أزفون ليصلي بالمسيحيين نفذت العملية فرقة من المجاهدين بقيادة محمد عزوغ المذكور ومن من كان من بينهم المجاهد سيعم رحنوش سيعم رحنوش ما زال على قيد الحياة أطل الله عمره قلت قاموا بنصب كميل أمبسكاد أوباب في مكان يسمى غير مهني قرب أغريف في طريق أزفون وهناك أعدمه ثم تركوا رسالة على جثته حررها الشاهد حمادي تبقى لشاهدة المجاهد سيعم رحنوش كتب للجيش الفرنسي العين بالعين والسن بالسن لقد قتلتم شيخنا وقتلنا شيخكم إذا توقفتم سنتوقف أهي بور أهي دون بور دون نوزه بيطرا في الشيخ نوزه بيطرا في الشيخ نوزه بيطرا في الشيخ اذا لماذا مسعريتم نوزه بيطرا في الشيخ عاد محمد عزوغ إلى حاج محمسيان هذه المرة مبتسبة وقال له الآن أحلق لحياتك لقد انتقمنا لشيخنا فعطاه سبحة الباب كدليل على صدق قوله رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته انتهت شهادة الشيخ مقران قرمود أطال الله وعمره وضيفوا إلى هذه الشهادة شهادة ضابطين من ضباط جيش التحرير الوطني أدل بهذه الشهادة خلال إحياء الذكرى السادسة والخمسين لاستشهاد الشيخ الطهر التي نظمت في قرية تيمليلين يوم 10 أكتوبر 2012 قال المجاهد الضابط سماعيل همون سماعيل همون توفي منذ شهور رحمه الله إن الشيخ الطهر خدمت ثورة التحريرية حيا وخدمها شهيدا وقال المجاهد محموح من قرية تيفر القريبة من تيكزيرت إن كل قساوسة المنطقة ساندوا بعد هذه الحادثة الثورة التحريرية وقالوا إن الإسلام والشعب الجزائري أقرب إلى المسيحية من الجيش الفرنسي المعتدي وفي الختم نتساءل هل جيلنا في مستوى عظمة الشيخ الطهر وجيله هل هذا الجيل حافظ على أمانة هؤلاء الخالدين المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والعمر الطويل في ظل الصحة والهنى للمجاهدين الأحياء لمزيد من معلومات عليكم بمطالعة كتاب الأستاذ محمد الصالح صديق تحت عنوان الشهيد الشيخ محمد الطهر حفيد الشيخ شريف الإفليسي هذا الكتاب تم طبعه في مطبعة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع وهو متوفر في المكتبات العمومية والمكتبات الخاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته